السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطلبة وطلبة شهادة سنوية العامة السادة أولياء الأمور الكرام أهلا بيكو في فيديو النهاردة طبعا فيديو النهاردة جماعة هو خاص باللي احنا شايفينه دلوقتي بعد نتيجة السنوية العامة مفيش حد عرف السنوية العامة إلا وجاله حالة من الزهول حتى لو مجموعه 90% برضو أصابته حالة من الزهول لأن طبعا ده مش حقه هو حاسس أنه هو تظلم هو حاسس أنه هو حقه هضم أن تعب طول السنة راح على الأرض طبعا الكل مستاه لهذه النتيجة وفي الأولى الأخيرة طبعا فور إعلان نتيجة مباشرة زي ما احنا عارفين كلنا وهذا الأمر لا يغفى على أحد حالات الانتحار اللي حصلت ولسه من حوالي ساعة ساعة ونص فيه خبر جلنا بأن فيه حالتين فيه المنصورة انتحار فإن الله وإن الله رجعون يعني شفنا حالات من التراجع في الوزارة طوال عام الدراسة بصراحة أن الطالب هيخش هيمتحن على التابلت وبعد كده قالك لا مش هيخش هيمتحن على التابلت هيمتحن ورقي طالب مش هيمتحن على التابلت خالص فطبعا هذا اندل على الشيء فإنهم يدل على هي آه ظاهرة صحية ظاهرة كويسة ظاهرة إيجابية التراجع ده في الصالح إنه نحن ورقي عشان كيف حسن السيستم يقع وهكذا إذن فيه عواري يا جماعة فيه سلبيات في هذا النظام وأكيد طبعا ما فيه سلبيات بهذا الشكل أكيد السلبيات برضو ما ننكرش إنه هي طالد من نظام التصحيح البابلشيت يا جماعة ما هواش نظام رباني من فوق من السماء إنه هو بيصحح بالعدل لأ أكيد فيه ناس اتظلم الكثير والناس كلها بصراحة قلبها محروقة الناس كلها حاسة بإنه فيه مهازن حصلة فيه موضوع التصحيح والتقييم وخلافه طبعا ده برضو نظام أول مرة الطلاب بتوعنا يعني يدخلوه وما تضربوش التدريب الكافي ربما يكون طالب اتظلم يكون ما ظللش الدايرة كاملة يعني ممكن يكون التصدير بتاعه خرج عن الدايرة فطبعا المزح الضوئي ما بيقراش الحاجات دئيت فطبعا ده بيوقع الطالب فالشاهد من حديثي إن حتى كمان التصحيح الإلكتروني ممكن يكون ظالم فاحنا دلوقتي بنطالب السيد الوزير بإعادة النظر في موضوع الورق من تاني لازم ولادنا يغدوا حقهم ولادنا شباب هذا المجتمع خيرة شباب هذا المجتمع خير الشباب مصر حرام إنه هم يضيعوا بهذا الشكل الكل اتصدم الكل جالوا حالة من الهلع والزهول في كل البيوت بلا استثناء فحتى كمان يعني الزغروطة كمان مش طلعة بنفس كمان يعني أولا الأمور بيحاولوا بيحاولوا إنه هم يفرحوا ولادهم وبناتهم عشان حتى بس يخرجوهم من المود الوحش المود السلبي اللي هم فيه بصراحة الكنسة الأخيرة دي جماعة جت أنباء مؤكدة بإن كان فيه تظاهرات عند وزارة التربية والتعليم وحاولوا يفرقوا التظاهرات ديت وحاولوا برضو يسكنوهم ويهدوهم ويقولهم يعملوا تظلمات مشكلة هلا من الهلع والزهول والخوف على المستقبل وظلم حقيقي وظلم واقع على الطلبة كلهم بلا استثناء يعني كان فيه امتحانات ما شاء الله لعيال خارجة مفصوطة في بعض المواد طبعا مواد يعني قليلة مش كتير لكن يتلاقوا نفسهم مخسوف بيهم الأرض واللي تلاقى نفسه شال مادة ومادتين وتلاتة حرام يا جماعة ما ينفعش احنا دلوقتي بنطالب بان اعادة تقييم هذا الامر من تاني لازم ولادنا يغضو حقهم ومش عيب التراجع مش عيب زي ما حصل التراجع قبل كده وقولنا ان ممكن يعني ان هذا التراجع كان فيه الصالح ليه ما نترجعش دلوقتي ونشوف ايه اللي ممكن نعمله وننقذ به ولادنا لا شك طبعا هذا يعبر عن شيء فانما يعبر عن مهازل في هذا النظام الجديد احنا مش ضد التطوير مو احنا عايزين خرجين يعني يعني على حق يستحقوا الشهادة يستحقوا الشهادة بجدارة اللي هم حاصلين عليها لانه هم عماد هذا الوقت لكل مستاوي لكل مدى يعني حرام سبعمية الف طالب وطالبة من خيرة شباب هذا المجتمع يحصل فيهم اللي حصل ده ده عشان خاطر مين وعشان مصلحة مين يا شباب طبعا احنا دلوقتي عايزين حل جزري لهذا الامر عشان هذا الامر يعني عبس بالامن القومي دي وجهه نظري لما الشباب بتوع هذا الوطن يحصل فيهم كده وحالات انتحار بهذا الشكل والكل نفسيته متضمرة ما ينفعش وحرام انا شخصيا على قناتي بحاول يعني اهدي من روع الناس اهدي من خوف الطلبة والهلع بتاعهم واخفف عنهم اللي هم فيه واقول يا جماعة مش مشكلة المجموعة العالية انت ممكن يعني اتحقق ذاتك برضو في مجال تاني ما تحزنش ما تخافش يعني عطاء ربنا كله سبحانه وتعالى خير ليك احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نهدي الناس نهدي الطلبة نهدي اولياء الامور وبنوصي دايما اولياء الامور يعني خيرا بابنائهم بانه هم ميدسوش على الناحية نفسية عندهم عشان نحافظ عليهم هم عندنا احسن من مئة الف سنوية عامة لكن لازم برضو ياخد حقه وده حقه طبعا هو تعبه يلاقي ثمرة له فيه بوشة خير بفضل الله سبحانه وتعالى اه يعني على صفحة الوزير شخصيا الوزير اعلن خبر حلو خبر مبشر وخبر مطمئن اه لعله خير في صف كل الطلبة ولاياء الامور الخبر بيقول اه تمشر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط الكتروني عصر ايوم السبت الموافق 21 اغسطس 2021 لقبول طلبات خلي بالك لقبول طلبات اعادة فحص اوراق الاجابة للسنوية العامة ويستمر قبول الطلبات لمدة اسبوع ويتم ارسال نتائج الفحص حتى يوم 13 سبتمبر القادم يعني دلوقتي اللي عايز يقدم طلب لاعادة فحص اوراقه اهدا وسهلا هيتم الفحص يا جماعة يدويا طبعا البابل جيت كده هيكون على جنب والكراسة الاساسية اللي كان فيها الاسئلة اللي بطالب حل فيها بهديه وعمل فيها مسودة هتكون امان ومصحح او اللي هيعيد التقييم مرة اخرى وهيكون يدويا يعني العنصر البشري هو اللي هيدخل هنا يتضمن الفحص خلي بالك يا شباب يتضمن الفحص تأكد الوزارة من الورقة الانتحانية ونسبتها الى الطالب ويعاد تصحيحها يدويا نسبتها الى الطالب يعني هل الورقة دي بتاعت الطالب الفلاني ولا لا ثانيا هيوعاد تصحيح الورقة من جديد بشكل يدوي لان طبعا العنصر البشري المصحح هيشوف بانية وهيقرأ وهيشوف الطالب نظلم ايه هنا ويشوف عمل ايه في البابلشيت ان شاء الله خير يا جماعة باذن الله سوف يتسلم الطالب نتيجة الفحص موضحا فيه سلامة الورقة ونسبتها اليه والدرجات الحاصل عليها ده جماعة بعد ما يعيد التقييم والتصحيح هيطلع زي تقرير كده بخصوص المادة دي المادة الفلانية للطالب الفلاني سوف يتم تسليم الطالب نتيجة الفحص موضحا فيها سلامة الورقة ونسبتها اليه والدرجات الحاصل عليها وكذلك نسخة الكترونية من ورقة ايجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح وسوف نتقبل طلبات اعارة الفحص مجانا ما شاء الله الله أكبر ولله الحمد وسوف نتقبل طلبات اعارة الفحص مجانا هذا العام للتيسير على أبنائنا الطلاب الحمد لله رب العالمين دي بشرة خير يا جماعة يعني ده فضل ونعمة من ربنا سبحانه وتعالى علينا لعل الكلام ده يا جماعة يعني يكون منه خير بإذن الله هيكون بشكل مجاني الكل يقدم هيكون فيه إيجابيات كتير من وراء هذا التصحيح أو إعارة التصحيح لأول مرة في تاريخ السنوية العامة يحدث هذا الحدث بأنه هما يعيدوا التقييم من جديد يعيدوا التصحيح مرة تانية وبشكل مجاني كمان أعتقد وأكيد حضراتكم هتشاركوني برضو الرأي في أن الناس وصوتها وحالتها النفسية المتدمرها وصلت للوزارة ووصل الأمر برضو للرياسة برضو نفسها أكيد سيادة الرئيس أكيد أكيد له يد في هذا الأمر أكيد دلوقتي يا جماعة اللي شاغل الكل يا جماعة هو ليه الوزارة غايد اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي لغايد ما اللي ابتحانات ما خلصت حتى على الأقل ليه ما نزلوش مودل أنسر إجابة نموذجية للإبتحانات إحنا لازم يكون فيه إجابة نموذجية للإبتحانات اللي أولادنا ابتحانتها عشان على اللي نشوف نقارن كده نقارن الطالب يعرف إجاباته عمل إيه لازم نموذج إجابة لكل الإبتحانات اللي ابتحانها أولادنا لازم النموذج دوت الوزارات نزله كأول خطوة نتمنى ذلك في أقرب فرصة لكن السؤال دلوقتي هل التنسيق هيستمر بالمراحل اللي هم قالوا عليها دلوقتي وبالحدود الدنيا لكل مرحلة أو لكل شعبة زي ما قالوا هيبدأ من السبت ويخلص يوم الأربع بالليل ولو الناس عيد فيه إضربات هل الناس ديت هيعاد لهم تنسيق من جديد؟ دي كلها تساؤلات لعل الأيام القادمة تجيب عنها بإذن الله تحياتي القلبية لكم جميعا أطيب تمنياتي لكل طالب وكل طالبة امتحن السنوية العامة ودخل الامتحاج أنه ينقل الفيديو دوت على نطاق واسع في جماعة جروبات على الفيس وعلى الواتس يريدنا شيره علشان الكل يقرف الخبر ده والكل فعلا يقرف حقيقة اللي بيحصل إيه وإن فيه خير قد فرح كل البيوت يا رب فرح كل القلوب يا رب عيد البسمة على وجوهنا والفرحة على وجوشنا اللهم أمين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته